أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية وجود استراتيجية واضحة لدعم صناعة السيارات والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها سعياً لدعمها والتوسع فيها جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعاً لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة مواكبة ما يحدث من تقدم متسارع في تلك الصناعة وخاصة ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية كما أكد مدبولي أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بشأن الخطوات الفعلية الخاصة بإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر والتي تستعد الحكومة لإطلاقها قريباً